موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعنوين نقلا عن وكالة رويترز صحيفة عكاذ السعودية تكشف من هو قاتل المتظاهرين في العراق صحيفة البيان الإماراتية قلق العراقيين يدفعهم لشراء وتخزين المواد الغذائية صحيفة القدس العربي نزيف الأزمات لبنان على منحدر المجهول من المقالات يكتب السيد زهرة في أخبار الخليج البحرينية ثورة ضد الطائفية في لبنان والعراق ويكتب طلال عبد الكريم في القبس الكويتية حروب مستر ترامب السخيفة التفاصيل بعد لحظات موسيقى البداية من صحيفة أخبار الخليج البحرينية سيارات إيرانية تجوب المدن العراقية وسط استياء وسخط الأهالي تقول الصحيفة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق برفض واسع لدخول مئات السيارات الإيرانية إلى العراق بحجة نقل الزائرين إلى مدينة كربلاء وفي محاولات واضحة لاستفزاز أهل المدن العراقية القريبة من كربلاء تتجول سيارات تحمل أرقام إيرانية يستقلها رجال أمن إيرانيون ببزات عسكرية ما يثير الاستغراب لدى الأهالي والزائلين معا وكان إمام جمعات طهران قد دعا إلى إبادة الشباب المتظاهرين في العراق بزعم أنهم يحملون أجندات مغرضة وتكشف صحيفة عكاذ السعودية نقلا عن وكالة رويترز من هو قاتل المتظاهرين في العراق وتضيف بالقول يعتبر أبو زين بن لامي أحد رجال ميليشيا إيران في العراق هو من تولى مهمات قتل المتظاهرين وأن المسلحين كانوا تحت إمرة هذا القياد في الحجد الشعبي المكلف بمهمة سحق المظاهرات وحسب تقرير أمريكي فإن الإسم الحقيقي للامي هو حسين فالح رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحجد والمسؤول عن معاقبة قادة الحجد في حال مخالفتهم للأوامر والتعليمات ومن عنوين صحيفة البيان الإماراتية قلق العراقيين يدفعهم لشراء وتخزين المواد الغذائية تقول البيان تشهد أغلب الأسواق العراقية إقبالا لافتا للعوائل على شراء وتخزين المواد الغذائية مع تأكيدات بتجدد التظاهرات الشعبية وفي رصد ميداني لمصادر إعلامية ومنظمات مدنية لوحظ اكتظاظ العراقيين في الأسواق الشعبية والمحل التجارية لشراء الحاجيات والأغراض المنزلية والغذائية فضلا عن مادة النفط الأبيض والغاز لتأمين أوضاعهم وإلى الشأن اللبناني وعنوان صحيفة القدس العربي نزيف الأزمات لبنان على منحدر المجهول تقول القدس العربي يعيش اللبنانيون هاجس الإنهيار ويشعرون بأن بلدهم يمشي بخطا ثابتة نحو المجهول في ظل أزمات غير مسبوقة تتفجر اتباعا في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعيدة ويضع المحلل السياسي والخبير الاقتصادي سامي نادر كل الأزمات بما يسميه أزمة الحوكمة في لبنان ويقول إن النظام الحوكمة الحالي غير قادر على إصلاح الوضع الاقتصادي ولا إدارة المؤسسات العامة أو القيامة بالمهام الأساسية في الشأن اليمنى تتساءل صحيفة عدن الغد في تقرير لها لماذا لا يزال الوضع الأمني متدهورا في عدن يقول التقرير لا يزال الوضع الأمني متدهورا في مدينة عدن وهي غارقة في الفوضى ولا يبدو أن هذا الوضع الأمني في طريقه إلى التحسن فالكثير من القيادات الأمنية باتت منشغلة بنهب الأراضي واستغلال النفوذ لمصالح خاصة ويعتقد على نطاق كبير أن الوضع الأمني لن يتحسن إلا في حال توقف نشاط الميليشيات المسلحة في عدن والتي تعصف بالمدينة منذ سنوات ويضيف التقرير ارتفعت الأصوات أكثر من مرة داعية إلى وقف نشاط الميليشيات وإيكال مهم الأمن إلى جهات الاختصاص وهو ما لم يحدث حتى اليوم مشاهدنا وهذه انتقالة إلى الكاريكاتير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم الى زاوية مقالات يكتب السيد زهرة في اخبار الخليج البحرينية ثورة ضد الطائفية في لبنان والعراق يقول الكاتب ما حدث في العراق ثم في لبنان هو تحول كبير جدا في الحياة السياسية العربية وتحول في موقف الشعبين العربيين مما يجري في وطنيهما ومن النظام القائم وكيفية التعامل معه وبعبارة ادق ما يحدث في البلدين هو في جوهره ثورة ضد الطائفية وضد النظام الطائفي ويكتب زياد عبدالصمد في النهار اللبنانية الاستمرار بالحراك حتى رحيل الفاسدين يقول عبدالصمد في لبنان يحمي النظام الطائفي الفاسدين ويضمن المحاصصة على حساب تعزيز المواطنة وتحقيق التنمية وتفعيل المشاركة وهو وراء تراهل الادارة العامة المثقلة بالمحسوبيات وقد أصبحت عبعا على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني ويضيف قائلا المعالجة الجدية لن تكون إلا بإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وقيام دولة الحق والقانون وفصل السلطات وتعزيز استقلالية القضاء والاعتماد على الكفاءة وآليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة أخيرا يكتب طلال عبدالكريم في القبس الكويتية حروب مستر ترامب السخيفة يقول عبدالكريم السيد ترامب وصف الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بالحروب السخيفة وانتقد مشاركة القوات الأمريكية فيها فحروب الشرق الأوسط لم تشتعل صدفة فقد خطط لها منذ سنوات طويلة وأول من بشر بها رسميا هو هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق وقال بالحرف الواحد لا بد من شرق أوسط جديد من أجل مصلحتي وبقاء إسرائيل ويتمنى عبدالكريم في مقاله أن يكون مستر ترامب صادقا ولو في هذه المرة فقط فيضع حدا لتلك المذابح ويرجع الأمور إلى نصابها مشاهدينا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور خالد الشقران مدير مركز الرأي للدراسات أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا أرحب ضيفي في الأستوديو الدكتور خالد الشقران رئيس مركز الرأي للدراسات إلى حوار أسبوع الصحافة مرحبا بك دكتور خالد أهلا بك دكتور نبدأ من صحيفة أخبار الخليج البحرينية هناك عنوان سيارات إيرانية تجوب المدن العراقية وسط استياء وسخط الأهالي في محاولات واضحة لاستفزاز أهالي المدن العراقية القريبة من كربلاء هذه السيارات يستقلها حسب الخبر رجال أمن إيرانيون ما يثير الاستغراب لدى هؤلاء الأهالي والزائرين لهذه المدينة مدينة كربلاء بماذا تفسر دخول هذا الكم الهائل من الميليشيا الإيرانية إلى العراق؟ يعني بالتأكيد إن صحة إن صحة الرواية وهذا الخبر هذا شيء مقلق تدخل واضح في الشأن العراقي من أدخل هذه القوات يريد إثارة الرعب داخل المجتمع العراقي الثاني الناس عن تغيير أو المطالبة بإجراء تغييرات أو إصلاحات بالتأكيد هو المستفيد الأكبر طبعا من المصلحة الإيرانية تقتضي أن يبقى الوضع في العراق من سيء لأسواق وبالتالي ما يتم تحقيق تقدم ولا حتى قيد أم الله حتى في العملية الديمقراطية أو في العملية السياسية لأنه بقاء الفوضى تعني ازدياد واستمرار النفوذ الإيراني والسيطرة الإيرانية داخل العراق وبالتالي وضع طبيعي يعني أنهم ليس فقط إنهم يكونوا موجودين وأنه أحيانا يستخدموا كل الأساليب لقمع أي حركة سواء كانت سلمية أو غير سلمية تهدف إلى تغيير وضع القادم في العراق نعم دكتور أيضا في صحيفة عكاذ السعودية تنقل عن وكالة رويترز تكشف من هو قاتل المتظاهرين في العراق إذ يعتبر تقول الصحيفة أبو زينة بن لامي أحد رجال ميليشي إيران في العراق هو من تولى مهمات قتل المتظاهرين إلى ماذا يدلل التعمد في قتل المتظاهرين العراقين الشباب وهذا أيضا له صلة بما تحدثنا به من قبل أيضا الميليشيات لها ارتباطات خارجية وعلى الأغلب الميليشيات الموجودة لها ارتباطات مع إيران بشكل أو بآخر إصلاح الوضع في العراق تغيير الوضع القائم في العراق يعني أن هذه الميليشيات ستذهب وستختفي وستعود سلطة الدولة وهذا لا يصب في مصلحة هذه الميليشيات وبالتالي سيستخدموا القتل والتهديد والتشريد وكل أساليب الترهيب والترغيب للشعب العراقي حتى أنه ما يمارسوا أي قطوات ممكن تأثر على تغيير الوضع القائم فأنا لا أستقرب وجود مثل هذه الميليشيات التي أصلا تشكيلها كان خطأ واستمرارها حتى هذه اللحظة حتى بعد القضاء ما سمي بالقضاء على داعش الأصل أن انضوت تحت مظلة الدولة وانقرضت في مؤسسات الدولة ومؤسسات الجيش لكن واضح ثمت من يريد استمرار هذه الميليشيات لتبقى هي جزء من المشهد وتسيطر على كثير من مفاصل داخل العراق نعم دكتور أيضا فيما يتعلق بانتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق وهذا تزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في منطقة الشمال السوري منطقة متعلقة بالأكراد تريد أن تخفف رفعتها ورفعت الغطاء وانسحبت إلى العراق الأكراد وانسحبت إلى العراق وهذا حقيقة الموضوع طبيعي الوجود الأمريكي في العراق لم ينتهي ولا أعتقد أنه ينتهي في ضدون السنوات القليلة القادمة لكن أعتقد أن منطقة شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق مناطق مهمة لم تنسحب منها القوات الأمريكية بشكل مطلق تهديدا أنا أتحدث عن شمال غرب العراق هذه أعتقد واحد من النقاط التي سيبقى فيها تمركز القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية مصالح مهمة بالاستمرار بالوجود داخل العراق لا أعتقد أن ذلك يعني دلالة تشي بأن حربا ما يمكن أن تحصل لكن أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى بسهولة عن قواعدها في العراق سواء كان في الشمال الغربي أو حتى في بعض المناطق في جنوب غرب العراق صحيفة البيانة الإماراتية دكتور هناك عنوان قلق العراقيين يدفعهم لشراء وتخزين المواد الغذائية برأيك ما أسباب كل ذلك؟ شراء تخزين المواد الغذائية في ظل هذه الضروف؟ يعني الناس تلمس عدم الاستقرار من 2003 حتى هذه اللحظة لم تلمس الناس في العراق تقدم ملموس تقدم واضح سواء في البنية التحتية أو في الخدمات أو في حتى أساليب الحياة العامة والأجوال العامة للدولة والمجتمعات تشير دوما إلى اضطراب وعدم استقرار طبعا في ظل المواجهات التي تمت في ظل القمع الذي تم لحركة التظاهر السلمية في جنوب العراق بالتأكيد الناس تتخوف إذا في الوضع الطبيعي لا تتوفر كل السلع فكيف إذا كان الأمر يشير أو يشي بأنه ربما قد نشهد بعد مظاهر العنف أو عدم الاستقرار ذلك العراق هذا دفع الناس للخوف ودفعها أيضا لتخزين بعض المؤن والمواد الغذائية والمواد المتعلقة بتفاصيل حياتهم اليومية نعم دكتور أيضا من المقالات في صحيفة أخبار الخريج البحرينية يكتب السيد زهرة ثورة ضد الطائفية في لبنان والعراق يقول الكاتب ما حدث في العراق ثم في لبنان هو تحول كبير جدا في الحياة السياسية العربية فما يحدث في هذين البلدين هو في جوهره ثورة ضد الطائفية وضد النظام الطائفي في كلا الدولتين برأيك هل المرحلة المقبلة ستشهد زوال الأنظمة الطائفية؟ أظن أننا يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة مثل هكذا أمر والسبب بسيط وواضح أنه تم خداع طيارات واسعة من الشعب العربي وأنا أقول وأشدد على قضية الشعب العربي أهلنا الشيعة في العراق هم عرب بالأصل ليس لهم عراقب إيران وليس هم فرس هم عرب أنا أعتقد أن الآن الوعي الجمعي للمجتمعات سيعيدها إلى الأصل والأصل أن نتحدث عن العراق ككتلة واحدة دون تمييز بين طائفة سنية أو شعية أو حتى مسيحي أو مسلم هذا هو العراق العظيم في السابق لم تكن تعرف ما طائفة هذا وما دين ذاك تم اللعب على وتر أن الطائفية يمكن أن تبني دولة لكن سرعان ما اكتشف الناس حقيقة أن هذا الأمر زائف لا الطائفية ولا التحشيد العرقي ولا الديني يمكن أن يخلق دولة مدنية وأنا أظن أن الناس في العراق وفي لبنان سوف تحاول أن تعود إلى الأصل وقد تنجح في هذا الأمر ما لم يكن هناك تدخلات دولية تحد من رغبة شعوب في العودة إلى الأصل والعودة إلى الاستقرار وبناء دولها المدنية المدنية بعيدة عن صراع الطائفي أو المذهبي أو حتى صراع العرقي نعم أيضا صحيفة القدس العربي تناولت التظاهرات في لبنان تقول نزيف الأزمات لبنان على منحدر المجهول ما التوقعات المستقبلية للشأن لبنان؟ يعني ربما المشهد في لبنان يختلف قليلا عن العراق الدولة أو حتى لا يوجد ميليشيات في لبنان ولن يتم مواجهة مسلحة الشعب اللبناني تعلم كثيرا من الحرب الأهلية وبالتالي زادت عنده نسبة الوعي هو يطالب الآن بإصلاحات سياسية وقف الاستنزاف لمقدرات الدولة التوزيع العادل للثروة وتخفيف العبع على كهل المواطن اللبنانيون الآن مجمعون سنة وشيعة جميع الطوائف مجمعون على ضرورة المضي كدما في الإصلاح بكل محاربة الفساد ومحاربة الفساد وإحداث نقلا وإيا في الاقتصاد الناس عانت من الفقر والبطالة وهذا موحد لبنانيين في هذه المرحلة ننتقل دكتور إلى الشأن اليمني تتسار صحيفة عدن الغد في تقرير لها لماذا لا يزال الوضع الأمني متدهورا في عدن وتقول أن عدن غارقة في الفوضى وارتفعت الأصوات لأكثر من مرة داعية إلى وقف نشاط الميليشيات وإيكال مهم الأمن إلى جهات الاختصاص وهو ما لم يحدث حتى اليوم كيف تقرى دكتور الوضع في عدن بشكل خاص وليمن بشكل عام شوف سيدي أي مكان تحاول الميليشيات أن ترفع صوتها أو سلاحها في وجه الدولة بالتأكيد يعني يعطي نوع من عدم الاستقرار وعدم الراحة حتى للمجتمع لأنها تشكيلات غير منضبطة بزبط أولا غير منضبطة اثنين لا تعود للدولة ولا يوجد لها قيادات واضحة يمكن محاسبتها هذا جانب الجانب الآخر تعدد الولاءات داخل اليمن وتحديدا عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران وهنا نعود مجددا لأصابع إيران التي باتت واضحة بأنها تريد أن تلعب في أكثر من منطقة في الوطن العربي لتعطي رسالتين رسالة باتجاه الأقليم بأننا قوة قادرين على الضرب في كل مكان وقدرين على زعزعة الاستقرار أي مكان من أماكن الشقة وسط ورسالة خارجية بأننا للقوى العظمى بأن إيران أصبحت دولة فاعلة في الإقليم وفاعلة في المنطقة ولا ينبغي تهميشها فهي تستخدم أنا أقول دائما إيران تستخدم ورقة التيار الديني قدمة لأغراض سياسية مع أن إيران ليس لها علاقة أصلا بالدين أو التديم بأي شكل من الأشكال هي توظف الدين قدمة لأغراض سياسية وهذا ما يحصل في اليمن في هذه المرحلة عندما تحقق أهدافها ستتخلى إيران عن حسين وعن غيرهم من الميليشيات التي وظفت على قدمة أهدافها في هذه المرحلة نعم دكتور المحور الأخير عن حروب مستر ترامب السخيفة وهو مقال لطلال عبد الكريم في صحيفة القبس الكويتية يقول الكاتب سيد ترامب وصف الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بالحروب السخيفة تقد أيضا مشاركة القوات الأمريكية فيها لكن الكاتب يقول حروب الشرق الأوسط لم تشتعل صدفة فقد خطط لها منذ سنوات طويلة ما الذي دفع ترامب لوصف حروب الشرق الأوسط بالسخيفة سيدي الرئيس الأمريكي ترامب هو لا يرثى رئيس بالعمق الذي ينبغي أن يكون عليه من يستسلم إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وبتالي هذا هذا الرجل تفكيره سطحي ينصب على الاقتصاد هو بالنهاية رجل عمال تاجر بالمعنى الحرفي لا يدرك أن معظم الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها وطرف منها وأساس في أسبابها يعني ما يحدث في العراق هو واحد من النتائج الأساسية الناجمة عن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ما يحدث في اليمن هو غض النظر الأمريكي عن التدخل الإيراني في اليمن ما يحدث ما حدث ويحدث في سوريا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير فيه عندما تخلت عندما رفعت آمال الشعب السوري بحقه في الحصول على حياة كريمة وثم تخلت عنه كل هذه الأزمات وكل هذه الحروب القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية تتحيز واضح لإسرائيل وتريد أن يحدث سلام في الشرق الأوسط كيف يمكن أن يحدث ذلك هي من تتسبب باستمرار مظاهر عدم الاستقرار والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يعم السلام مجددا في الشرق الأوسط عليها أن تتدخل كوسيط نزيه وعادل بين كل الأطراف وتفرض هيبتها في المنطقة بما يحقق السلام لجميع الأطراف ويضمن استقرار المنطقة نعم أيضا أخيرا هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق قال بالحرف الواحد لا بد من شرق أوسط جديد من أجل مصلحة وبقاء إسرائيل نختم بهذا كيف تجد الشرق الأوسط هل سيكون هناك شرق أوسط مستقبلا جديد يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحقق كل شيء يمكن أن يخدم مصالحها ويخدم مصلحة حليفتها إسرائيل وبالتالي الخطوات التي نراها من الاعتراف بالكدس كعاصمة إسرائيل نقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل الضغط على الدول العربية لفتح علاقات طبيعية تطبيعية مع الكيان الصهيوني كل هذا هي إجراءات أمريكية تريد من خلالها دعم إسرائيل دعم استمرار إسرائيل ودعم حيمنة إسرائيل في المنطقة وجعلها لاعب أساسي في كل مقدرات المنطقة وهذا بالنهاية وبالمحصلة النهائية يعود بالمنفع والمصلحة على الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكون إسرائيل كدرع متقدم لحماية المصالح الأمريكية بالتأكيد أمريكا لن تريد شركة أوسط جديد وحسب إنما تريد تغيير خارطة الشركة الأوسط بما يخدم مصالحها ومصالح حليفتها وينهي مثلا على سبيل المثال الصراع العربي الإسرائيلي لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني الذي من حق أن يقيم دولة المستقلة على تراب الوطني وعاصمة القدس الشرية نعم إذن أشكرك شكرا جزيلا لدكتور خالد على هذا اللقاء شكرا سيدا مشاهدينا كان معنا الدكتور خالد الشقران رئيس مركز الرائل الدراسات حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة